أولا حضراتكم خبر تهتموا بي أولا أنا دايما زي ما يعود حضراتكم كده في أخبار مفصلية أثيوبيا قررت أنها تزيل بعض الغابات الشهر القادم تمهيداً للمالء الثالث أنا بقول لحضراتكم خبر أثيوبيا قررت رسمياً أنها تزيل عدد كبير ألاف الهكتارات من الغابات علشان يعملوا المالء الثالث المالء الثالث في طريقه للتنفيذ على مايو يونيو الجاية حيكون حصل المالء الثالث أنا ما بقولش نعمل إيه أو ما نعملش إيه أنا بقولش هما الناس دول ليه مش بينخرطوا في مفاوضات ولا ما بينخرطوش أنا ما بقولش إحنا الموضوع ده وصل لفين أنا ما بقولش ليه العالم مطنش على الموضوع ده أنا اللي أنا بقول لحضراتكم إنه رسمياً ودي معلومة بس أنا عايز حضراتكم تبقوا عارفينها عشان ما يجيش حد يقولك إيه إيه ده ما محدش قال لنا هما بيملوا المالء الثالث طب هو محدش ليه؟ لا أنا بقول لحضراتكم أهو أن المالء الثالث لسد النهضة الأثيوبي يبدأ الشهر القادم وحنبتدي بقى حضراتكم إحنا دلوقتي في يناير عندك فبراير مارس إبريل معيو بقى أربع شهور بقى أربع شهور ويبدأ العد التنازلي يعني أربع شهور وتبتدي حضرتك تراقب المالء الثالث قد إيه المية قد إيه الحكاية إيه الموضوع ده أنا ما بفهمش فيه إنما أنا بقول لحضرتك خبر وليس سراً وليس من ملفات المخابرات الأمريكية ولا أي حاجة ده كلام رسمي الناس داخلين يفضوا علشان المالء الثالث الناس دي هيعودوا معنا ولا لا؟ حنعمل إيه؟ الناس دي مستقوية قوي كده ليه؟ إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ كل دي أسئلة همة جداً لازم حنجاوب عليها يعني أقصد في أسئلة في الامتحانات يا جماعة بتبقى اختيارية وفي أسئلة إجبارية ده سؤال في رأيي إجباري ولازم حنجاوب عليها أنا بس حبيت حضرتكو يعني إيه أسترعي انتباهكم يعني في التشكير كده حضرتك تبقى عارف إن ده بيحسن خننا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني نرد عندنا حلقة مفيدة جداً مفيدة جداً عن العدوى العدوى بتحصل إزاي في الكورونا دي مسألة مهمة لإن إحنا دلوقتي في موسم العدوى وعايز أفكر حضرتكو بحاجة من شهر قلتلكو حضرتكو رأبوا يناير وفبراير مش إن أنا يعني عبقاري أو عارف لا قالوا لنا كده قالوا كده إنه في يناير وفبراير الأرقام حتزيد بيقولوا برضو إن فبراير تنكسر الموجات يعني في آخر فبراير تنكسر الموجات إن شاء الله فالنهاردة حيكون معنا واحد من أسازة العدوى هي العدوى بتحصل إزاي حتنكسر إزاي حتخلص إزاي طب تعرف إزاي إن عندك أومايكرون تعرف إزاي إن عندك برد تعرف إزاي إن عندك أنفلوانزة تعرف إزاي إن عندك ديلتا طب إنت بتعدي إمتى طب بتتعدي إزاي طب إيه الفرق بين ده وبين ده كل المعلومات الأساسية معنا واحد من أهم الناس يمكن اللي ظهروا في الإعلام في الفترة الأخيرة للكلام عن هذا الأمر